أكد مقرر لجنة شباب الحوار الوطني أحمد فتحي أن عهد الرئيس السيسي شهد تمكينا سياسيا للشباب واضحا أن نسبة التمثيل السياسي للشباب في البرلمان 2021 وصلت إلى 21% بمجموع 124 نائبا خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب أكد فتحي أن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لأصوات الشباب وتمكينهم على كافة المستويات وأشار إلى أن الحكومة تضم 22 شابا للنواب المحافظين بالإضافة إلى 8 مساعد وزراء و18 معاونا للوزراء